اشتركوا في القناة وبالتالي عندما نصل الى النهاية سيكون هذا امام كل شعبنا الفلسطيني وانا بقدر اعدكم اذا ما نجحت في الوصول الى الفاعل سيكون هذا امام كل شعبنا انا كمواطن فلسطيني وكناشط شبابي مع الوصول الى الحقيقة ولكن ما اراه في الشارع الفلسطيني ومن الشباب غير راضين عن خطوة فتح الضريح لاسباب عديدة منها ان هذا الرمز وهذه القينونة كان له وصاب ان يدفن في القدس وان ينقل رثاته الى القدس اذا استدعت الامور الى حسب الاختاء الفلسطيني وحسب الشرع اذا استدعى انهم يفتحوا هذا الجثمان هو اكيد طبعا هناك دليل واضح ان الاسرائيليين هم اللي اغتالوا ياسر عرفات كما الان ينوهه باغتيال سيادة الرئيس محمود عباس من اجل عدم حصول على دولة فلسطينية ذات حدود وذات سيادي وذات دولة اشتركوا في القناة